السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكاء واعتذار وعشر رسائل بايومي فؤاد يكشف تفاصيل لأول مرة بعد أزمته مع محمد سلام لايكم وتابع عشان يوصلكوا كل جديد الفنان بايومي فؤاد كان ضف على برنامج حبر سيري وقال كتير من الموضوعات ومنها أزمته الأخيرة في مصنم الرياض وعند كمان مشاريعه خلال الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية وقام بالرد على مهاجمي من هؤم المخرجة كاملة أبو زكري وعلاقته بنجوم الوسط الفني بجانب عودته من مسلسل الكبير أوي تمانية اتكلم بايومي فؤاد عن أزمته مع فنان محمد سلام ودفع عن الفنان محمد أنور اللي جيبها دي لسلام وقال كتير من التفاصيل أول مرة يقولها ورد على كلام كاملة أبو زكري اللي قالته في حقه وقال كل واحد في حاله وما حصلش عتاب ولا كلام في الموضوع ده المفروض لأن في حاجات ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها أو نتعاتب فيها وليه ما كتبت ليش وقالت لي إيه اللي انت عملته ده رغم أن بينا كلام وطلع تتكلمت على الملأ أنا بصراحة نفسي من بدل أن أنا أشتغل معيها وتعرض عليها ثلاث أدوار وساعتها كان عندي مسلسلات كتير فروحت لها واعتذرت لها وهي قبلة اعتذاري وقال إن هو كمان ما شاركش بأي أعمال درامية في رمضان ده غير مسلسل الكبير أوي وقال ما شاركتش في أي حاجة غير كبير أوي لإني ماضي حصي وترشحت كمان في ست أعمال وما قدرتش أعملهم عشان ما ينفعش إن أنا أقول أسامي الأعمال اللي أنا ترشحت لها دي عشان ما تبقاش قلة أدب مني وبالنسبة لمسلسل الكبير أوي أنا فضلته ومضيت فيه عشان أنا أساسي فيه وتحت أمره وصاحبه صاحب فضلة علي مقدش هتراجع عن الكبير أوي واخترت ما كنتش موجود كتير عشان فيه نز علانا والموسم ده مني الكبير أوي هو مسك الختام واتكلم عن تصريحه وقال اللي قال فيه إحنا مش بتاع فلوس قال لأ إحنا بنروح للسعودية عشان نشتغل وناخد فلوس وربنا يكفيكو شر إنه كوميديان يقول إفه وما يجيبش شفت الأستاذ الكبير فؤاد المهندس لما الأستاذ ما فيه تفاوز يقال له في الكواليس وحب يسأله على حاجة وهو داخل تنرفز عليه إزاي وده كان في آخر أيامه كمان إحنا بنتعب وبنتوتر وحقنا عادي إن إحنا ناخد فلوس ولما تعرضت صورة محمد سلام في البرنامج قال ربنا معيك إزاي ما تطلعش تدفع عننا إزاي ما تطلعش تدفع عن محمد أنور وإنت اللي مرشحه وحقك عند ربنا أنا صدقتك جدا وإنت قلت في الفيديو بتاعك لنفاق ولا رياق وإن وجهة نظر لعبيت عشان الرجل طيب ما كنتش هتخسر حاجة لو طلعت وقلت أنا ما قدرتش ومش معنى إن محمد أنور إيه دل وراح يحصل معاك ده وخصوصا إنك طلعت تدفع عن أمير قرارة لما طلعت إشاعة بتقول إن أمير مشك من مسلسل بتاعه وإنت ما كنتش معاه في المسلسل طلعت ودفعت طلعت دفعت عن الناس دي وما طلعتش دفعت عن محمد أنور رغم إن أنت إيه اللي اخترت إنه هو يكون موجود معين بديلك وقال أنا مش طالع النهاردة عشان أرد على اللي شتمني ولا أرد على الجمهور واللي إله علي وقال أخويا محامي وكان مسك القضية واكتشفنا إن أولاد عندهم سبعتاشر وعشرين سنة وأنا عندي تسعة وخمسين سنة أما يبقى حد عنده سبعتاشر سنة ويشتمني بأمي وأبويا فالعب مش عليه العب على رباه لأكتر ولا أقل أنا طالع النهاردة أتكلم من الناس اللي بيحبوا بيومي فوقيت وزعلانين منه وإنتوا فوق دماغي وبقول للجمهور إنتوا فوق دماغي الفنين من غير جمهور ولا حاجة وكده وصلنا عن نهاية الخبر والسلام عليكم ورحمة الله